بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية ضمن الموسم الدراسي الثاني هي عنوانها Electrostatic Deflection Equations of the Oscoscope تتكلم هذه المحاضرة عن طريقة انحراف الحزمة الالكترونية عندما دخولها داخل الـ Oscoscope وبالتحديد داخل Deflection Plate طلاب اتكلمتكم بالمحاضرة السابقة انه الالكترونات هي عبارة عن شحنة سالبة الحزمة الالكترونية اللي تتولد من الالكترونقان حزمة الالكترونية اللي تتولد من الالكترونقان تكون بمثابة قلم يرسم تغير الاشارة الداخلة للـ Oscoscope واللي بالاخير هتظهر على شاشة الـ Oscoscope بالشكل او الباترنس المطلوب الحزمة الالكترونية هذي او الالكترونات هذي كيف انه تنجذب نحو Deflection Plate الموجب او نحو الشحنات الموجب بهذه المبدأ حبدي اشرح لكم اهنان عندما ندخل اشارة معينة من Channel A او Channel B بالـ Oscoscope اريد انقيس اشارة معينة الفلتية مع الاشارة معينة هنربط الاشارة هذي الى Channel A او Channel B من الـ Oscoscope هذي الاشارة هي الـ Amput Signed To Oscoscope اللي هي V-Umpud V-Umpud هي الاشارة داريد اقيسة هذي الاشارة عندما ادخلها للـ Oscoscope فهي المرحلة اللي هتدخل به هتروح الى Amplifier 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 هو المضخم اللي هو شغلته انه يكبر الاشارة بيجان معينة او بنسبة معينة يكبر الـ Amplifier بيجان معينة او نسبة معينة فالفلتية اللي خارجها هتكون هي اسمها الـ E D الـ E sub D الـ E sub D هي يسموها Deflection Voltage او Deflection Potential احنا نعرف انه الـ E هي رمز المجال الكهرباء لكن احنا انا بالـ Electro-Static Deflection Equations حتكلم عن الـ E انه جهد هاي فلتية فلتية بالفلت او جهد ليست مجال الكهرباء انما هذي فلتية فلتية اللي هي جهد فها هي اسموها Deflection Voltage فالاشارة هذي الـ Onput هتتحول الى الـ V Onput هتتحول الى Deflection Voltage بالليبل اللي مسموح او بالفلتية اللي مسموحة انه تصلت على Deflection Plate طلاب هذي هي الفلتية الـ E D هاي الفلتية حتصلت على Deflection Plate وبالتحديد على Vertical Deflection Plate هذا الرمز هذا الرمز هي دفلكشن بليت هذا هو الرمز دفلكشن بليت هذي هي الدفلكشن بليت داخل الكاثودري تيوب داخل الأسلسكوب هذي الدفلكشن بليت الطول مع الدفلكشن بليت هي L small L small الدفلكشن بليت طولها هي L small هنانا دفلكشن بليت لونج والمسافة بين التو بليت معلتي الدفلكشن بليت vertical deflection plate المسافة بيناتهم المسافة بين vertical deflection plates الصفيحة العليا والصفية السفلة المسافة بيناتهم هي D small D small هي المسافة بيناتهم هذه هي L small وهذه هي D small D small هي deflection plate apart deflection plate apart اينانا الفلتيه اللي داخل اينانا حتصلت مثل ما قلت لك حتصلت على البرتقل دفلكشن بليت على الصفيحة العليا مالتها. فحيكون هنا إذا كان احنا مثلا المسلطين فيولتية DC قيمتها 5 فيولت. فهناها حيكون الجزء الموجب هنا والجزء السالب هنا 5 فيولت بالموجب. 5 فيولت بالموجب فحيكون عندك هناك الفولتية هنا موجب هناك سالب. اختلاف الجهود بين صفحتين الانحراف. اختلاف الجهود بين صفحيات الصفحتين الانحراف هذه العمودي. حيكون عندك هنا جهد موجب وحيكون هنا بالطرف الثاني للصفيحة هو الجهد السالب الجهد السالب بالطرف الثاني للصفيحة فحيكون عندك هنا الاعتبار أنه الـ Center هو بوسط الصفيحة بالضبط وإحنا عندنا هنا Deflection Voltage مربوطة هنا تتطيلك في مسافة معينة أنه بوسط Deflection Place بالضبط اختلاف الجهد اختلاف الجهد بين الصفحتين الانحراف اختلاف الجهد بين الصفحتين الانحراف حيولد لك مجال كهربائي حيولد لك مجال كهربائي المجال الكهربائي اتجاهها حيكون من الموجب إلى السالب خطوط المجال الكهربائي خطوط المجال الكهربائي حيكون من الموجب باتجاه السالب من الموجب باتجاه السالب خطوط المجال الكهربائي حرمز للمجال الكهربائي بالرمز absolute Y أرمز للمجال الكهربائي بالرمز absolute Y ولاس corporations و experts تسللط على vertical deflection plates وتولد ل� اختلاف بالجود بين الطرفين الصفيحة اختلاف بالجود حيولد لي مجال الكهربائي شدة المجال الكهربائي هي أبسلونت واي المجال الكهربائي خطوط المجال الكهربائي حتكون من الموجب للسلب هذا المجال الكهربائي هذا المجال الكهربائي داخل صفيحة الانحراف حيؤثر بقوة على الألكترونات اللي تدخل هذه المنطقة الألكترونات اللي تدخل هذه المنطقة الألكترونات مين حتيجيه الألكترونات حتيجي من الألكترونغان شغلة الألكترونغان أن يولد لي حزمة مركزة ودقيقة من الألكترونات التي تتحرك بسرعة معينة باتجاه الشاشة الفيسفورية على اعتبار أنها هي الشاشة الفيسفورية أنا أستطيع أن أتكلم كله داخل الأوسيوسكوب وداخل الكاثودريتيوب بالتحديد ها هي السكرين وهذا هو الألكترونغان وهذه واحدة من صفاحة الانحراف اللي هي صفاحة الانحراف العمودي على اعتبار صفاحة الانحراف الأفقية سأل ماذا أتكلم عنها أنت أتكلم فقط عن صفاحة الانحراف العمودي وشان تحرف الحزمة الألكترونية أثناء تسطيط فولتية معينة لدي أريد قيسة أرجع هنا الألكترونغان هيولد لي حزمة من الألكترونات أو سيل من الألكترونات تتحرك بهذا الاتجاه بالضبط تتحرك بهذا الاتجاه بالضبط وبسرعة معينة سرعة معينة هذا المقصود بها VOX هي الألكترونات الألكترونات تتحرك أثناء خروجها من الألكترونغان بالسنتر معاة الكاثودري تيوب تتحرك وبسرعة معينة قيمتها VOX اللي هي السرعة الابتدائية مات الألكترونات طلاب بس بالبداية أنا أريدك تعرف أنه الاتجاهات بالكارتزيان كوردينيت الاتجاهات مات المعادلات بالكارتزيان كوردينيت فهنا أنا عندك هذا الـ X أكسز هاي الـ Y أكسز هاي 2 أكسز أو بلين واحد وهو عندك هنا الـ X والـ Y الـ X والـ Y بلين فهنا الـ X أكسز و الـ Y أكسز بس أريدك تعرف أنه الألكترونات هذا يتجاه الـ X أكسز بالموجب وهذا يتجاه بالسالب هذي الـ x-axis بالموجب ده شوف هناك الألكترانات تتحرك باتجاه الخاص بالموجب هذه الألكترانات تتحرك بهذا الاتجاه اللي هو هو نفس اتجاه الخاص بالموجب بتأثر عندي هذه الإحداثيات بالشرح ما تل معادلات ما تل أوسليسكوب وشرح المعادلات ما لأولسليسكوب هي محاضرة جدا مهمة لأنه هتيشرح لك كل المعادلات اللي تحكم مسائل الأولسليسكوب اللي هي مسائل نوعا ما مهمة فهنا عندك الالكترون تتحرك باتجاه الـ X axis الموجب بسرعة معينة قيمتها هي الـ VOX هذه هي الـ VOX أقدر أتحكم بسرعة الالكترونات هذه اللي تنطلق من الالكترونغان عن طريق هذه الفولتية يسموها الـ Acceleration Voltage أو الـ Acceleration Voltage Acceleration Voltage يعني المقصود بها فولتية التعجيل فولتية التعجيل يسموها الـ Acceleration Voltage هذه فولتية ها مو مجال بهذه المحاضرة وبهذه الرموز ها لأنه الـ Electrostatic فها هي فولتية طلاب هذا هي فولتية هي Acceleration Voltage اللي هي فولتية التعجيل فولتية التعجيل تسلط على الالكترونغان تتحكم بسرعة الالكترونات اللي تنطلق من الالكترونغان فولتية التعجيل هي فولتية تسلط على الالكترونغان وتتحكم بسرعة الالكترونات اللي تنطلق من الالكترونغان شون تتحكم بسرعة الاليكترونات اللي تنطلق من الاليكترونغان عرف انه سرعة الاليكترون اللي تنطلق من الاليكترونغان يساوي لك هذه المعادلة اللي هي تحت الجذر 2E في EA على M هاي E sub A زيان 2E في EA على M شن هي الـ E هي شحنة الاليكترون الـ E small هي شحنة الاليكترون اللي هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولم والـ M عفوان هي عبارة عن كتلة الاليكترون انا هنا سا عندي بس الاليكترونات بالمنطقة هذه فكلها هيكون المعلومات تخص الاليكترونات هذه الـ M هي كتلة الاليكترونات اللي هي 9.1 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام هسا شوفها بعدين بالسلايدات الاخرى انه اشقد هاي القيمة واني اصلا بالامتحان انطقية هاي الثوابس شحنة الاليكترون وكتلة الاليكترون فاشده شوف ان انا هاي اثنيين E كمية ثابتة M هي كمية ثابتة هاي شحنة الاليكترون هاي كتلة الاليكترون وهاي ذا رقم اثنين اثنين في شحنة الاليكترون على كتلة الاليكترون وفي الاي اي يعني اثنين اي في الاي اي اللي هي اثنين في شحنة الاي كترون في فلطية التعجيل اللي هي هاي الاي اي هاي اثنين اي في فلطية التعجيل على كتلة الاليكترون كلها تحت الجذر تحتحكم لك بسرعة الالكترونات فسرعة الالكترونات طبعا هاي الكمية الاثنين والإي والأم هي كمية ثابتة لأنه شحنة الالكترون كتلة الالكترون كمية ثابتة والاثنين هي كونستان فحيكون انه سرعة الالكترونات تتحكم بها هي الـ Acceleration Voltage أو Acceleration Potential اللي هي فلتية التعجيل طلاب هاي فلتية التعجيل تتبع عليها على طول هي حتكون فلتية كبيرة نوعا ما اللي هي بالكلفولت بالكلفولت أكثر القيم اللي تتجي لك هي بالكلفولت هي فلتية التعجيل فلتية نوعا ما كبيرة اللي هي تعجل الالكترونات أو تحركها تطلقها بسرعة معينة تطلقها بسرعة معينة وتعجل الالكترونات سموها فلتية التعجيل فإذا سرعة الالكترونات هتعتمد اعتماد مباشر Linear Variation with Acceleration Potential نرجع هنا الالكترونات انطلقت بسرعة معينة باتجاه Vox وعندك هاي Vertical Deflection Plate الطول ما لل Vertical Deflection Plate هي L Small رموز معينة محددة ثابتة والمسافة بين Two Deflection Plate المسافة بتوين الصفيحة العليا والصفيحة السفلة المسافة بيناتهم هي D Small D Small الالكترونات انطلقت بسرعة معينة من الالكترونغان اللي هي بسرعة Vox وقلت لك أقدر أتحكم من أغير فانطلقت الالكترونغان باتجاه الـ X-axis سلطنا فولتية الفولتية تحولت الى Deflection Voltage فولتية الانبوت تحولت الى Deflection Voltage شخص نحاولها هاقول انه V Input في AV تطلع لك يساوي لك ED هي Deflection Voltage اللي هي فولتية الانحراف ففولتية انحراف هي الفولتية اللي مسموح انه تسلط على Vertical Plate فقيمتها شحص ساوي لك يساوي لك V Input في ال-Gain في ال-Gain اللي هي ال-A sub-V فال-V Input في ال-A sub-V اللي هي ال-Voltage Gain حيث ساوي لك ED انه ال-ED ساوي ال-V Input في ال-Voltage Gain هاي الفولتية سلطت على Vertical Plate وخلت لك انه شحنت لك الاطراف بالموجب والسالب ولدت لك مجال كهربائي نتيجة اختلاف الجهود بين صفحته لانحراف Vertical Plate بالتحديد والمجال الكهربائي حيكون قيمته هي مقدار هاي الفولتية ال-ED على المسافة بين اللوحين المجال الكهربائي اللي هي تولد نتيجة اختلاف الجهود بين صفحته لانحراف هذا هو المجال الكهربائي هذا المجال الكهربائي حتكون قيمته هو يساوي لك مقدار الفولتية تلنحراف ED على D ED على D يعتمد على شدة الفولتية المسلطة والمسافة بين اللوحين المسافة بين اللوحين المجال الكهربائي اللي تولد يعتمد على شدة الفولتية و هذه المنطقة بين صفحتين بين صفحتين الانحراف حتكون منطقة مشحونة منطقة مشحونة بها مجال كهربائي بها مجال كهربائي تولد نتيجة الفولتية اللي سلطتها وتحولت إلى deflection voltage شدة المجال الكهربائي يعتمد على شدة المقدار deflection voltage والمسافة بين اللوحين كل ما تكون المسافة أقل كل ما يكون طبعا المجال الكهربائي أكثر هذا المجال الكهربائي نشوف الاتجاه ماتة من موجب لسه اتجاهها بالنسبة الكارتزيان كوردينيت اتجاه المجال الكهربائي باتجاه الواي السالب باتجاه الواي السالب نشوف هذا هو اتجاه الواي هذا هو اتجاه الواي اتجاه الواي السالب هي اتجاه خطوط المجال الكهربائي هذا هو رمز المجال الكهربائي هذا هو رمز المجال الكهربائي المسار ماتة وباتجاه الواي السالب وحركة الالكترونات باتجاه الـ X الموجب شوف هذا الـ X الموجب وهذا الـ Y السالب فالمجال الكهرباح يود لك مجال الكهربائي سالب قيمته ناقصاً الـ ED على الـ D ناقصاً هاي الـ E sub D على الـ D مجال الكهربائي باتجاه الـ Y السالب هذا المجال الكهرباح حيؤثر بقوة على الالكترونات اللي تدخل هذه المنطقة هذا المجال حيؤثر بقوة على الألكترونات اللي تدخل هذه المنطقة القوة هي عكس اتجاه المجال القوة هو هذا ها هي القوة F sub Y F sub Y يعني قوة باتجاه ال Y axis والEY يعني مجال الكهرباء باتجاه ال Y axis والVOX يعني سرعة باتجاه ال X axis زيان كل وحدة بيها رمز الاتجاهات اللي ينتأثر عندي فالمجال اللي موجود هنا أو المنطقة المشحون هتؤثر بقوة على الألكترونات اللي تدخل هذه البليت تدخل هذه البليت فهذه القوة هتكون باتجاه ال Y الموجب يعني عكس اتجاه المجال قوة تعتمد أو تؤثر على الألكترونات اللي تدخل قيمة هاي القوة هي ساوي لك المجال الكهرباء في شحنة الألكترون هذه القوة القوة تعتمد على شدة المجال فهو تؤثر على الألكترونات. فإذن القوة ساوي لك الإي في الأبسلنت واي أو في المجال الكهربائي هذه قوة تؤثر على الألكترونات اللي تدخل المنطقة. تحاول أنه تدفع باتجاه البليات الموجب هذه القوة نتيجة المجال نتيجة الفولتية المسلطة حتأثر على الألكترونات. يعني الألكترونات إذا كانت ماكو أي فولتية مسلطة فالألكترونات تنطلق بالسنطر مالتيوب وتوصل للسكريم بالوسط بالضبط إذا ماكوا أي جهد مصلط. بس من أكوهنان جهد مصلط حيولد لك مجال يؤثر بقوة على الألكترونت اللي تدخل للمنطقة هذه. بعد الألكترونت ما تمشي بالسنتر لا. الألكترونت هتندفع باتجاه البليت الموجب. الألكترونت هاي الحزمة الألكترونت الألكترونت هتنحرف باتجاه البليت الموجب. بس الانحراف معتها مرأساً هنا تلتصق بالطرف الموجب. ليش مرأساً تلتصق بالطرف الموجب؟ يعني هي الألكترونت شحنتها السالبة فتنجذب نحو الطرف الموجب مالة البليت مثل ما شرحت لكم بالمحاضرة السابقة. فهذه الألكترونت مو مباشرة تنجذب نحو الطرف الموجب. لا ليش؟ لأنه تتجي بسرعة كبيرة نوعاً ما. فهذه السرعة مالتها حيكون الانحراف مالتها تدريجي باتجاه الطرف الموجب. تدريجياً باتجاه الطرف الموجب. ستندفع باتجاه الطرف الموجب تدريجياً. وبمسار معين هذا المسار المنحني. هي البرابوليك كيرف. سموها ببرابوليك كيرف. هذا المسار اللي تتحرك بالألكترونات. بالنهاية توصل بالقرب من البوزيتف بليت. بالنهاية تقترب من البوزيتف بليت. أنه هذا هو طريقة الانحراف مال الحزمة الألكترونية. طريقة انحراف الحزمة الألكترونية نتيجة تسليط الفولتية معينة. بحث أنه تنحرف للعلاء والأسبل. بحث أنه تطيلك مقدار الفولتية. يعني خمسة فولت لازم على شاشة تطلع لك خمسة فولت. فهذه شون دي يصير خمسة فولت على شاشة هو اللي دي نشرح لك إياها استقاني. فهنا دي أقول لك الألكترونت دخلت بداية دخول البليت. هس دي يشوف أنه هنا بداية دخول البليت. الحداثيات مالتها بالنسبة للX أكسز والY أكسز. دي أقول هناك الX صفر والY صفر. إنها يعني هي بداية دخول البليت. دي أقول بداية دخول البليت. هناك المسار مالت الX والY مالتها صفر. ما دي أقول لك الاتجاه بالX والY. لا الإحداثيات بالنسبة للموقع. فالألكترونت أثناء دخولها للبليت. هتندفع بقوة معينة باتجاه الـ positive blade حتى يتغير المسار مالته هذا المسار مالته هيكون مسار على شكل curve منحني على شكل curve بحث انه بالنهاية حتقترب من الـ positive blade وتبتد عن الـ negative blade لان هي شحنة الالكترونية شحنة سالبة فتنجذب نحو الطرف الموجب فهذا هو المسار مالته المسار مالته هو هذا الـ parabolic curve يسموه مسار منحني هي تجي لانه تتحرك بسرعة معينة انها تقترب من الـ positive blade هذا المسار هذا المسار بالتحديد اريد اطلع المعادلة مات هنا طبعا اشوف انا عندي احداثيات هنا هنا تشوف المسار منها الـ هنا هذا حتبر انه الاحداثيات الـ Y طبعا افوا هذا الـ X ومقدار الاختلاف اللي حيصير هنا هو الـ Y تشوف هذا الـ Y هذا الـ Y بالموجب وهذا الـ X فهنا اثناء دخول الـ blade مثلا اذا طيت احداثيها الـ 0-0 بنهاية الـ blade بنهاية الـ blade حشوف انه الـ Alkitron بنهاية الـ blade الـ Alkitron جد حيتحرك مسافة وجد حيرتفع يعني هاي النقطة بالتحديد هي X بالنسبة للـ X والـ Y بالنسبة للـ X والـ Y اذا اخذت انا الـ X و Y بالبداية الـ blade بالبداية الـ 0-0 فبنهاية الـ blade هذه النقطة بالتحديد هذا جد ارتفاعها بالـ Y وجد قطعة مسافة بالـ X طبعا المسافة اللي حتقطعها بالـ X المسافة اللي تقطعها بالـ X منه اللي هنانا المسافة منا اللي هنانا شد هي شنية المسافة منا اللي هنانا هي L وجد حترتفع حترتفع باتجاه الـ Y هذا هو الـ Y هذا هو الـ Y فهنا هتكون النقطة بـ X、 Y L-X شد والـ Y شد لازم انه نحسبك المهم انه انت تعرف بنهاية هذا الجزء أنه الألكترون تنطلق بسرعة معاينة باتجاه الأكس أكسس تدخل بليت مشحونة نتيجة تصليد بلطية معاينة حينحرف المسار مالي الألكترونات باتجاه البوزيتي في بليت طريقة الانحراف ماته بصورة تدريجية أريد المسار هذا المسار اللي تنطلق بيه الألكترونات وهذا مو خط عادل هذا لازم أن يكون خط منحني هذا المسار ماته حطلق المعادلة ماته نكمل هسا بالسلايد اللي بعده بهذا السلايد حيبين لك المعادلات مع كل كمية اللي حتشيت عليها يقول لك الـ input voltage to channel A or B أو في الأوسليسكوب هي V input تتحول إلى deflection voltage تتحول إلى deflection voltage أو deflection potential مثل ما قلنا أنه قيمة deflection voltage هي V input في AV أضرب الـ input في القيان يطلع لك deflection voltage هاي deflection voltage حتولد لك مجال كهربائي حتولد لك مجال كهربائي فقيمة المجال الكهربائي بالسالف فناقصا الـ E sub D على D اللي هي مقدار deflection voltage على المسافة بين الألواح مقدار deflection voltage على المسافة بين الألواح على D small للـ vertical plate طبعاً هطلع لك شدة المجال الكهربائي المجال الكهربائي يؤثر بقوة على الشحنات اللي تدخل بالمنطقة قيمة القوة هذه هي ناقصاً E في الـ Y هاي يعني المجال في الشحنة الألكترون يطلع لك قوة تؤثر بقوة على الألكترونات دا شوفوا هنا السالب هو أصلاً بالسالب فسالب وي سالب حيطلع لك القوة بالموجب المجال الكهربائي كان بالسالب وناقصاً E فيطلع لك سالب وي سالب حتطلع لك بالمحصل لأن القوة باتجاه الـ Y الموجب أنه الفولتية المسلطة حتولد لك مجال تؤثر بقوة على الألكترونات اللي تدخل بالمنطقة فتعجلها باتجاه الـ positive blade قيمة التعجيل هذا تعجيل باتجاه الـ Y axis قيمة التعجيل ساوي أن القوة المؤثرة على الألكترونات على شحنة الألكترون القوة على الشحنة تساوي لك التعجيل هذه M sub E هذا ما المقصود بها أنه M E لا هاي M sub E فالتعجيل باتجاه الـ Y axis يساوي لك القوة على الكتلة كتلة من؟ كتلة الألكترونات القوة على الكتلة حتعجل الألكترونات فتحركها بسرعة معينة وبمسافة معينة بتجاه الـ Y axis تعجل الألكترونات إن تحركها بسرعة معينة وبمسافة معينة بتجاه الـ Y axis نتيجة المجال اللي تتولد نتيجة الجهد المتصلات نتيجة الفولتية طبعا هي هاي الاحداثيات هاي اتجاه ال-X واثنانا اتجاه ال-Y مثل ما حجيت عليها مثل ما حجيت المجال بالسالب حيكون عندك عفوا المجال الكهرباء بالسالب والقوة حتكون بالموجب والعلي كتران تتحرك باتجاه ال-X-Axis كتران تتحرك باتجاه ال-X-Axis